اشتركوا في القناة الإمام ربما وقع منه السهو وربما وقع السهو من المأموم فما الحال أو فما الحكم في الحالين أما إذا وقع السهو من الإمام فهنا لا شك أنك ستسجد معه سواء كان سجوده قبل السلام أو كان سجوده بعد السلام فمن الواجب عليك أن تتابعه الحالة الثانية فيما إذا كنت مسبوقا يعني أتيت أنت في الركعة الثانية أو أتيت في الركعة الثالثة أو أتيت في الركعة الرابعة أنت الآن مسبوق ففي هذه الحالة الإمام إن سجد قبل السلام فيجب عليك أن تتابعه أما إن سجد بعد السلام فالصحيح من قول أهل العلم أنه لا يجوز لك في هذه الحالة أن تتابعه لماذا؟ لأن الإمام قد سلم وإذن سلم الإمام فقد انصرف من صلاته فليس لك حينئذ أن تتابعه وإنما عليك أن تقوم وتتم صلاتك لكن في هذه الحالة هل تأتي بالسجود السهو بعد أن تتم صلاتك أو لا تفعل؟ نقول إن كنت قد أدركت سهو الإمام فحينئذ يجب عليك أن تسجد للسهو إذا أتممت صلاتك لكن إن كنت لم تدرك سهو الإمام أو لا تدري بالضبط ما هو سهو الإمام ففي هذه الحالة ليس عليك شيء وليس عليك أن تسجد للسهو أما إذا وقع السهو منك أنت أثناء صلاتك مع الإمام فماذا تصنع؟ نقول أيضا إن كنت قد بلأت مع الإمام من أول الصلاة فإنك حينئذ تبع للإمام فليس عليك سجود سهو إلا أنك إذا أنقصت ركنا أو ركعة من صلاتك فحينئذ يجب عليك أن تتم هذه الركعة أو هذا الركن وأن تأتي به فلنفرض مثلا أنك غفلت والإمام قام إلى ركعة ثالثة وأنت ما زلت في ركعة الأولى غافلا أو أدركك نوم أو نحو ذلك من الأسباب ففي هذه الحالة نقول لك أخي الكريم يجب عليك أن تأتي بالركعة التي أنقصتها لكن أحيانا قد يدرك المؤموم الإمام أو يستطيع أن يدركه مثال ذلك مثلا إذا ركع الإمام ثم قام من الركون ثم سجد وأنت غفلت وما زلت راكعا ففي هذه الحالة ماذا تصنع؟ نقول يجب عليك في هذه الحالة أن تقوم فتحاول إدراك الإمام ربما الإمام في هذه الحالة أتى بالسجدة الأولى ثم انتقل إلى السجدة الثانية أنت الآن نقصت شيء من الصلاة فنقول حاول أن تستذك ما فاتك وأن تلحق بالإمام وأن تلحق بالإمام قدر استطاعتك الحالة الثانية فيما إذا كنت مسبوقا يعني أدركك السهو أو نسيت أو شيء من هذا الأمر ففاتك مثلا سجدة لم تسجدها أو ركوع لم تفعله أو واجب من الواجبات لم تفعله وأنت مسبوق ففي هذه الحالة ماذا تصنع؟ نقول لك في هذه الحالة أخي الكريم عليك أن تسجد للسهو بعد أن تتم صلاتك حتى ولو كنت قد بدأت مع الإمام مثلا من ركعته الثانية أو الثالثة فتسجد للسهو حينئذ هذا حالك مع الإمام الأمر الثاني الذي ينبغي أيضا أن ننبه إليه هو فيما إذا نسي الإنسان أن يسجد للسهو فماذا يصنع؟ ففي هذه الحالة أخي الكريم أنت إذا كنت قريبا من الصلاة يعني فلنفرض أنك الآن سلمت ونسيت أن تسجد للسهو ثم أدركت بعد دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق أو أربع أو نحو ذلك وقت يسير ففي هذه الحالة نقول عليك أن تأتي بسجود السهو عليك أن تأتي بسجود السهو أما إذا طال الفصل ما أدركت مثلا أنت نسيت من صلاة المغرب وما أدركت أو ذكرت إلا بعد صلاة العشاء أو من الغد فنقول في هذه الحالة عفى الله عما سلف وصلاتك صحيحة حينئذ لأن سجود السهو يعتبر جبرانا ويسقط ذلك مع الغفلة والنسيان الحالة الثالث أو الأمر الثالث الذي يحسن أيضا أن ننبه إليه الكثير من الناس حيانا يقول لا أدري هل أسجد قبل السلام أو بعد السلام أنا سهوت الآن ما أدري هل أسجد قبل أو بعد الأمران فعلهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين العلماء خلاف كبير هل السجود يكون قبل السلام وما هي مواضعه قبل السلام وما هي مواضعه أيضا بعد السلام والأقرب الله أعلم أن الإنسان له أن يسجد سواء قبل السلام أو بعده لكن الذي يحسن بك إذا كان هناك نقص في الصلاة يعني غفلت مثلا عن جلسة التشهد أو أنقصت شيئا من الواجبات أن يكون سجودك حينئذ قبل السلام حتى يكون جبرا لهذا النقص هذا ما أحبطت تنويها إليه وما أحبطت تنبيها إليه من أحكام السجود نعم هناك أشياء كثيرة ربما لم نتحدث عنها ومسائل كثيرة فيها خلاف بين العلماء لكن لعل فيما طرقناه كفاية ووفاء بما يحسن بنا العلم به ووفاء أيضا بالكثير من الإشكالات التي تقع في هذا الجانب أشكر لكم إخوة الكرام حسن استماعكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا هداة مفتدين غير ظالين ولا مضلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته